ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما فتح الأبواب لبدء مسيرة التطوير والتقدم المشترك والتي انطلقت منذ عقود من الزمن فعلى مر هذه العقود شكلت العلاقات البحرينية السعودية الموذجا في الأخوة التاريخية والشراكة المتنامية وبلغت أعلى مستوياتها خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما مسيرة التعاون الثنائي البحريني السعودي المشترك مسيرة عظيمة لا تغفل عن أي جانب وتخطو قدما نحو المزيد من التنامي لإثراء إنجازات العمل المشترك بفضل الرعاية الملكية السامية والتوجيهات الرفيعة لقيادة البلدين الشقيقين التي تتفرد بالعديد من المميزات والخصائص المهمة ما يجعلها أنموذجا يحتذى في العلاقات بين الأشقاء والرامية إلى البناء على ما تحقق من منجزات وفقا لرؤى مشتركة وبما يصب بصالح المملكتين الشقيقتين رؤى واحدة أسامت في بناء قاعدة متكاملة ونموذجية من العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية الصعودية الشقيقة وفتحت آفاقا واعدة وأرحب في كافة المجالات وعلى جميع المستويات